بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أخواني الطلاب والطالبات نشرح اليوم إن شاء الله بشرح الوحدات المطلوبة في مادة لجرامر وهي من كتاب جرامر النسخة الثانية هذا الكتاب هو منه نازل ثلاث نسخ واحد واثنين وثلاث بوريكم بس هنا سابقا في الحرس كانوا يدرسوا من الثلاث كتب ييجوا على النسخة هذه يختاروا مثلا chapter chapter 2 ثلاثة شابترات وهنا يختاروا كمان ثلاثة شابترات وهنا يختاروا ثلاثة شابترات هكذا العناوين نفسه يعني إنت حتيجي على هذا حتلاقي هنا في أول وحدة حتلاقي هي عن الفعل B هنا حتلاقي عن الفعل B هنا حتلاقي عن الفعل B شو الاختلافات؟ الاختلافات بالنصوص وطريقة المعالجة أما القواعد الثابتة ما تتغيرها للأستاذة ساندرا الباوم أو الدكتورة ساندرا الباوم هي اللي ألفت هذه الكتب وفي عند النسخ البيسيك هذه اللي المبتدئين فهنا القواعد نفسها اللي يتغير النصوص المحيطة بالقواعد يعني هنا حتلاقي animals مثلا هذا بالcontext 2 لو رحت هنا مثلا على context 1 حتلاقي نفس العنوان be present وحتلاقي بس معا نصوص مختلفة منظر الوحدة الأولى student life انتو هن عندك الوحدة الأولى animals النصوص هي المختلفة أما القواعد ثابتة في قواعد اللغة الإنجليزية من وين ما جيت في أي كتاب في اللغة الإنجليزية قواعد ثابتة طريقة المعالجة مختلفة طيب انتو اللي سجلتم معنا بالدورة حتدخلوه لانه احنا خبرونا للأسف يعني نزل الكورس بوك قبل يومين من بداية الدوام كما تعلمون فنحنا ما كنا عارفين انه هيغيروا يعني هيغيروا بالمنهج الكتب موجودة هذه هذه كلها كتب جديدة ما صرح كان المنهج هذا مغير سنة واحدة فقط فاحنا شارحين كل هذه الوحدات ومحضرينها لكم انا كنت الوحدات المطلوبة من الكتب الثلاث كلها مشروحة ومجهازة لكم يعني من كتاب واحد واثنين وثلاث فانا مثلا من هنا كنت شارح هذا وشارح السيمبل بريزنت مثلا منه وشارح الفيوتر وشارح الكونتينيوس اللي مطلوبات من هذا الكتاب رجعهم ونفس العناوين اخذوها وقالوا لا انه بغاها من هنا فهمتم فاللي حتلاقوا الآن هو شرح من هذا من هذه النسخة استمع للقواعد ما حيفوتك شي نهائيا استمع للقواعد وفهمها وانا ان شاء الله ساعيد الشرح نفس الوحدات هذه ولكن من الكتاب الجديد يعني انظر هنا انت كمثال يعني شوف هذا في جرامر هذا اثنين هذا كونتكس اثنين وهنا مثلا هنجيب كونتكس واحد هذا واحد بس كمثال يعني عشان على مبدأ ولا يطمئن قلبي لاحظ بي بريزنت بي السيمبل بريزنت هناك لاتبين ايش بي بريزنت فومس يعني ام ايز ار لاحظ ام ايز ار ايش المختلف هيجيب لك الامثل المختلف القاعدة واحدة كونتراكشنز وذ بي هتجده هنا لاحظ مقدمين مآخرين القواعد كونتراكشنز وذ بي هذي رقمها واحد فاصل اربعة هناك ايش رقمها واحد فاصل اثنين ولذلك الآن عشان ما يسير فيه تضيئ وقت الناس تتوكل على الله تدرس الوحدة اللي منزلنا وهذا ان شاء الله كلش فيه اختلاف سأعيد شرحه لكم ويعني ولحقلكم اياه ونزل لكم على التليجرام بحيث تتابعون فلا تقلقوا الآن انتهينا من هذه المقدمة وتوضيح هذه الاشياء شيء اخر ابغاء اقوله طبعا لاحظ هنا لا هذا شايف عشان تشوف هنا grammar context 1 grammar context 3 grammar context 3 كما قلتكم نفس ال بس نسخ مختلفة هنا الوحدة الوحدة تتألف من نصوص وفيه كمان هنا علامة استماع نصوص مسموعة هذا يفيدكم اذا اذا زودوكم بالملفات هذه الاوديو او انتو اشتريتوا الكتب وجامعكم الاوديو هذا ينفعكم في مهارة الليسنينج وانا ان شاء الله بساعدكم كمان بالليسنينج وايضا يفيدكم في الريدنج لانا يجي عليها اسئلة comprehension اسئلة معينة تقراها مثل هنا comprehension هذه الاشئة لان اتدخل فيها هنا يعني ما ادري شو نتعامل معكم يعني الاساذة في هذا الموضوع نحن يهمنا القواعد سنشرح القواعد بالتفصيل بالتفصيل ان شاء الله التمارين سترى انه في نوعين من التمارين listening يعني رح يشغل لك وانت تدخل هذه هنا بس ما في شي هذا يفيدك في الليسنينج ما حتدخل فيها انا معظمها يعني اللي اشوف له فائدة وفي exercises لا هذه لازم نحلها ونتدرب عليها طيب كل شي بحل لا في اشياء لما اشوفها سهلة و يعني حالة نفسها زي ما يقولون ما نضيع وقتنا فيها احلك مثال مثلا وقل لك كمل انت او احط لك الانصر كي مفتاح الحل عشان انت تحل والطابق ثم انتقل للقاعدة ليش نحاول تقليل الزمن مستطان عشان لما تراجعوا في الاختبارات تلاقوا هذه الاشياء كلها جاهزة وعلى موضوع موضوع تقصير الزمن الشرح ابغى اقول سالفة من الحين كمان اللي يرجع الكورسبوك هنا لاحظ يعني هنا يقول لك يونت يونت ون بي فوم و سيم بريزن هذولا حاطي لهم في جدولكم ثلاثة اسابيع بمعدل كم ساعة يعني قسم انت الثلاثة سابعة كم ساعة يجيك اتناعشر ساعة اتناعشر ساعة يعني وحدتين اتناعشر ساعة يعني حق الوحدة كم حتى تعالجها معالجة تامة اربع ساعة كم ست ساعات ليس كذلك ستة مع ستة اتناعشر ساعة موزين على اتناعشر ساعة موزين على ثمان ساعات موزين على ست ساعات فاللي يدخل ويفتح التسجيل ويلاقيه مثلا ثلاث ساعات ثم تيجي صدمة ولا هارت التاك تيجي جلطة كذا ويجي فجأة ومرسل لي سؤال استاذ كيف بدأ بذاكر ثلاث ساعات متواصلة ونقل لك تذاكر ثلاث ساعات متواصلة وعندك بالمنهج اتناعشر ساعة ذا مقسمين لك يوم انا جمعت لك اياهم وانت على راحتك ادرس انت اليوم ادرس ساعة وقفل وروح ثم ارجع ادرس ساعة وقفل وروح وهكذا وزع من اول السنة اما لا تيجي قبل الاختبار في يوم ولا ليت الاختبار تفتح الحين جاء على بالك تفتح ثم تقول متى يمديني اخلص ده كله ثلاث ساعات الوحدة متى يمديني وتيجي دول بقعات لتقول استاذ ما عندك ملخص ده ده شغلك التلخيص تلخيص ده شغلك لما تكون انت تسمع وتذاكر اول باول ده متلخص الاشياء المهمة لك كلام قاسي شوي لكن ذلك مصلحتكم الانجليزي ما ينترك طبعا هذا الكلام موجه للي يبغى يجيب علامات ودرجات زينة ممتازة ويجيب على الدرجات التامة وان شاء الله تجيبون اللي يتابع من الاول اما اللي ما يبغى ده يعني مش نسويله نجبره على الدراسة كل شيء له اصول من اصول اللغة الانجليزية هذه انك تذاكر اول باول واعلم ان هذه مهارة تراكمية تراكمية بمعنى ما رح تفهم هذا اذا ما كنت فهمت هذا وهذا ما اعتمد على هذا وهكذا كل وحدة تمشي فيك يعني في وحدات متصلة مع بعضها في وحدات منفصلة يعني بس عموم قواعد اللغة الانجليزية كل شيء يمسك الكثاني فالآن خلاصة الكلام انه انا سأشرح بالتفصيل ساقتصر حيث يصلح الاختصار وسأطول حيث يحتاج التطويل وما بينهما ان شاء الله نأخذ ونعطي يعني نسدد من قارب والطالب من جهته عليه انه يلاحق المنهج اول باول حتى ان شاء الله يفلح ويجيب العلامات التامة باننا ويقول تاما نعم عندنا طلاب تجيب علامات التامة وهنا ايضا هذه المراجعة تستفيد منها في التمارين واحنا كمان نزل تمارين من عندنا تمارين قد جات للسنوات الجاية وتمارين جديدة وتمارين يعطونكم يا مدرسين وكل هذا ان شاء الله تطفشون من التمارين الان بعد هذه المقدمة الحماسية نبدأ الشرح طيب طبعا الطلاب المفترض هذه اشياء هتمر معك هتجد انه انت ناقشتها في السنوات الماضية اعطيتها وبالعكس يعني هو المفترض يتعاملون معك انه هذا احنا ترى نذكرك بهذا الاشياء مجرد تذكير ولا هذه الاشياء يعني انت عارفها ما يحتاج وش يعني الحين ايام وهي از وذي ار اشياء يعني في منطق المدرسين عندك في الجامعة يقولون انت هذي زي اسمك المفترض بس هم ما يدرون وش يصير في المدارس للأسف خاصة المدارس الحكومية يعني في تكسير في طريقة التدريس من لهم الطالب وطلاب فعلا يعني هذا الاشياء قد تبدو غريبة احنا الحين هم بسطها لكم في عندنا عدة فئات من الطلاب في طلاب ضعاف في طلاب وسط في طلاب المتقدمين المسجلين الحين نبدأ بالمتقدم المتقدم انت اقرأ اقرأ واللي تفهم خلاص ما يحتاج تسمع شرحي واضع وقتك روح على القاعدة اللي بعدها مرقمات واحد ثلاثة واحد يعني زي كذا زي كذا واحد اربعة الى الاخر امشي مباشرة يعني نصيحة للطلاب الجيدين والممتازين انك انت الذاكر تقرأ قراء الان اللي ما تفهمه تشغل التسجيل عشان توفر وقتك تلاقي شرحي عليه خلاص تأخذ حاجتك تمشي عشان ما تلزمنا تقول يعني طولت في هذا انت خذت الحاجتك منها وانت قل للي بعدها اترك هذا التطويل التفصيل فكر في غيرك احنا عندنا دورة مئتين ثلاثمئة من الطلاب في جميع المستويات فاحنا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على اضعف القوم وحنا منوشي على اضعف القوم المتوسط والجيد يوخذ حاجته وين فيه اشكالي ممكن انت تقرأ هذي ما تحتاج تسمعها مني ممكن هنا تحتاج تسمعها خلاص عدي تعارف يعني هذا تسجيل تقرب ولي قدام تسرع وتوصل للي وين تبغى انت تسمع وتمشي خلاص ممكن واحد يبغى بس التمارين البي السيمبل بريزنت شو يعني بي بي يعني فعل الكون طيب يعني ايش فعل الكون من وين جاي فعل الكون انا اقول لك من وين جاي عشان نفهم احنا احيانا سنستعين بلغتنا العربية عشان نقرب المفاهيم نحن عندنا الجملة في اللغة العربية قسمين فعلية واسمية فعلية يعني تبدأ بفعل يعني يذهب خالد الى السوق يذهب بديت بالفعل يذهب او ذهب خالد الى السوق اذهب الى السوق يعني فعل مضارع فعل ماضي فعل امر بس سنشوف انا الفعل في البداية في اللغة العربية اقول هذي جملة فعلية هذا النمط الاول النمط الثاني اللي هو الفعل الاسمية شو تقول خالد خالد بدي اكتب عربي خالد طالب خالد طالب يعني يدرس خالد طالب الولد نائم الولد نائم حتى هذه خالد لو قلبتها قلت خالد يذهب الى السوق يعني نقلت الفعل جبت وبعد خالد الحين خالد هذا اسم خلاص الجملة اسمية الولد اسم جملة اسمية بس بديت باسم صارت الجملة اسمية كل انماط اللغة الانجليزية الجملة اللغة الانجليزية هم النمط هذا الثاني يبدأون بالاسم ما في عندهم في اللغة الانجليزية انك تبدأ بفعل يعني ما تقدر تقول كذا go خالد go خالد ما تقدر تقول go خالد وفكرك يعني انه على بالك تقول يلا go يذهب تروح تترجمة قول يذهب خالد يذهب خالد لا لو قلت go خالد لما انتبدأ بالفعل باللغة الانجليزية هذا يصير امر يعني go خالد يعني اذهب يا خالد بس هذه الحالة الوحيدة اللي يبدأون بالفعل لما يكون امر تقول له go اذهب sit اجلس eat كل read اقرأ تبدأ بالافعال اذا انت جالس تؤمروا فهذه الحالة الوحيدة اللي انا ابدأ فيها بالفعل باللغة الانجليزية او في افعال مساعدة لما بكون بسأل سؤال يعني بقول لك are you خالد يا اخي انت خالد بديت بالفعل المساعد هذه سالفة ثاني اذا كل الموضوع عشان يقول لا تبدأ بفعل في اللغة الانجليزية الا اذا بتعطي امر او عندك سؤال خلاص انتهينا من ذي روحنا كده نرجع اذا ما عندي نمط في اللغة الانجليزية نبدأ بالفعل انماطهم كلهم اسمي يعني لازم تجي بالاسم كيف يعني نفسها هذه خالد انت لما يقول لك يذهب خالد يجلس خالد يأكل خالد فورا اقلب النمط قول خالد goes ولا خالد went يعني خالد ذهب هنا خالد يذهب خالد ذهب جالس اصرف الفعل بين الحاضر وبين الماضي بس ما يهم من الحين تصريف الفعل يهمني انه انا لازم ابدأ باسم في البداية هذا الاسم اللي بابدأ فيه في اللغة العربية لو جيتك انا وقلت لك هنا هذا يذهب هتقول لي فعل مين اللي يذهب خالد خالد وش تقول لي فاعل هو اللي قام بفعل الذهب فاعل من زين هنا بالاسمية شو تقول الولد ونام تقول هذا مبتدأ وخبرتني انه نائم فنائم خبر فالجملة الاسمية عندنا نمطها ايش مبتدأ وخبر حتى لما تقول خالد يذهب حتقول خالد مبتدأ صار اسمه مبتدأ ويذهب فعل بس الفعل فيه محر رفع خبر يعني زي هذي هذا مبتدأ المبتدأ هذا هو اللي ذهب باقي هو فاعل بس احنا معادي نسميه فاعل ما نسميه فاعل الا اذا يسقط بعد الفعل لو يتقدم عليه نسميه مبتدأ لانك بدأت فيه هذا فقه لغتنا هكذا اذا هذي مبتدأ وخبر نزين هذه معادي نسميه احنا فاعل في اللغة الانجليزيين يسمونها يعني subject اما نقولها مبتدأ نقولها subject هم يقوموا يسمون subject لو جيت ترجمة subject الناس تترجمها فاعل يعني المفترض ترجمها مبتدأ لانه انت بديت فيه المبتدأ ما يخالف يعني ما بشغلنا المصطلحات ندخل فيها المهم ابغى افهمك ان يا طالب دائما بدايتك بالsubject هذه الجملة التقريرية يعني اللي مش استفهامية خالد يذهب خالد هو subject الولد هو subject subject بعده ماذا نائم هذه نائم هي الخبر ولا الفعل يذهب طيب نيجحنا الحين ننظف ونضبط الامور كنت تقول انت اذا الحين اي جملة بتيجيني لازم لو قللي يذهب خالد انت في عقلك تقول خالد يذهب عشان تقلبها للغة الانجليزية لما تكون فيها فعل في الاول لا قم قدم الفعل على اقل لهذا يصير مبتدأ يعني هنا subject اما لو قللك خالد نائم ولا خالد طالب خلاص هو باديلك بالكلمة بالsubject زين مرة الحين نبقى نترجم ترجم حتقول الاولى وانت عارف المفردات تقول خالد go يعني بداية نقو قول خالد هاي go يذهب هي go بعدين التصحيح يجي يعني و لازم نقول goes نحطها بعدين نقول ليش جت الاس والثاني طيب خالد asleep نائم هذي هتجد لما يكون عندك المبتدأ هذا هذا النمط لما تقلبه وتحطه هتضبط معك ترجم حرفية بس عليك تضبط تصريف الفعل هنا انت جالس تجيب دول خالد نائم مثلا هتقول عمران teacher يعني عمران مدرس ليس كذلك هتجيب عمران عمران مدرس مدرس غير عمران هتقول هي مثلا عمران هو هي تجيب الضمير هي teacher يا سلام خلاص هذي انت جالس تحط كلمة مقابل كلمة ما عندك مشكلة هي teacher يعني هو هو مدرس زين حطيناه هنا وهذه جبناه هنا هكذا طيب ايش انا ناقص في اللغة الانجليزية فعل الكون هذا فعل الكون مع هذولا النمط هذولا النمط هنا ما يتدخل لأنه فعل موجود اما هنا اللغة الانجليزية يقول لك يا اخي اي جملة لازم يكون فيها فعل النمط في اللغة الانجليزية هو s v c s يعني subject يعني هذا الاول اللي ييجي في الاول سواء كان اسم عادي ولا ضمير ينوب على الاسم العادي ثم لازم ييجي بعده فعل طب هون ايجاك فعل هذا subject وهذا verb وبعض الافعال تحتاج تتمة وبعض ما يحتاج هذا اسم التتمة يعني اهم عنصرين هو subject بذلك نلحين اي جملة لازم تشوف فيها subject اذا ما شفت subject بالverb شك بنفسك وشك بالجملة خلاص انت هنا الحين انت جيت هنا قلت هذا الاستاذ قال لنا انه subject طب هذا subject teacher هذي ما هي verb teacher noun يعني اسم اجل فيه الفعل مفقود هنا وهنا برضو الفعل مفقود وش نجيب نقول الان تستورد فعل الكون هما في اللغة الانجليزية لازم يصلون بين هذا وهذا يعني ما تقول عمران مدرس لا تقول عمران يكون مدرس تحط فعل الكون كذا كل كلام هم كذا يقول عمران يكون مدرس عمران كان مدرس ما يقول عمران مدرس كذا لازم يدخل يكون او كان بس لازم ماضي وحاضر يكون وكان فهنا هذا ليكون نروح نجيب ونحتاج هنا ب فالحين خطوة ثانية اقول يلا عمران ب اتيتش جاء بالفعل هذا يكون اسمه يكون هذا احسنت عمران ب اتيتش البي هذا فعل لك عمران يكون مدرس خلاص الجملة ممتازة الحين الخطوة الثانية يقول لك هذا البي شاذ يعني شاذ يعني تصاريف يغير شكله شلون يغير شكله حسب هذا اللي قبله حسب الSubject بس الحين انت يصار عندك Subject وصار عندك Ver وهذا هو التتم عمران يكون مدرس هكا احنا في اللغة نقول عمران مدرس يكون هذي نفهمها بعقلنا هما لا لازم تحط له ترجع لازم هذا تصرف شلون تصرف ما تقدر تحط بي عمران بي نيج احنا نقول لك شوف يا اخي الموضوع سهل البي هذي تقلب هنا تقلب آم أو از أو ار بحسب مين بحسب هذا الSubject اذا الSubject حقك اي يعني بدلت عمران قلت اي انا تفضل انا مدرس تقول اي والبي تصير اي ام اتيتر عمران وش يرد من الظمائر نقول والله يرد هو عمران هو هو يعني هي طيب مع اله والش والات يقلب يصير از هي از اتيتر شي هي مدرسة ات بس ما تقول ات از اتيتر الات لغير العاقل هذول العاقل هذا يصير هو مدرس هي مدرس ات عن القطة مثلا مثلا بتقول ات از اكات انها قطة ات اكات هاي ات لغير العاقل عندهم تصنيف لغير العاقل هذا عاقل مذكر عاقل مؤنن طيب هذول هذا مفرد هذا مفرد نيجي على الجمع حالة الجمع ما بدك تقول عمران تقول عمران ان احمد تبغى تغير الحين فتقول عمران ان احمد ولا خلني مع خالد ب وتوازن انت تبغى تقول عمران وخالد معلمان عمران وخالد واحمد معلمون بتزيد انهم صار عندك جمع الجمع عندهم يبدأ من الاثنين بس يصير الاثنين يصير جمع كويس عمران وخالد وش نبعلم من الظالم هما او هم اذا تبغى تسوي جمع او مثن كانت هو هي الحين صار هما او هما او هم هي ذي الذي يش بتأخذ R فهذا يقلي بصير R فالآن تقول ذي R او تقول عمران عند خالد R T Charles معلمون او معلمان اللي بدك هي هكذا اذا تصريف هذا يعتمد على هذا ويعتمد على الزمن انت الان تقول انهم مدرسون صح او تقول عمران وخالد معلمان افهم انه الان تتكلم عنه في هذا الوقت او هذه صفتهم العام يعملون مهنتهم طيب تبغى تقول الحين غير تبغى تقول انه انت كنت مدرس بدك تقول كنت انا هتقول انا كنت معلما وبدك تقول هو كان معلما وهما كان معلمين يلا اقلب هن انجليزي تيج تقول I بعدين خلاص تقول لازم نبي I be a teacher وبعدين he be a teacher وبعدين they be teachers كانوا انا قلت لك الفعل الكون هو بي فعل الكون هو بي بس كنت تدل على الماضي وهذا ماضي هذا الماضي ايش الماضي من بي بس اثنين واز ووير واز حق مين طبعا هذا استباق ولكن لازم نربط حق اي وهي وشي ويت والوير حق مين حق وي والذي واليو ضمائر الشخصية الانا يعني اي اجل دصير واز هنا دصير تقول اي واز اتي كنت واله برضو واز هي واز اتي والشي برضو والات الذين هذو الاثنين يعني ذين او ثلاثة ذين خلاص على السريع اذا هم هما هم هن كل ذين خلاص فالان شو تقول ذين وير هذا بالماضي انت كنت يو وير اتي نحن كنا وير هذا طيب نحن الان ام واز وار تدلك على الحاضر فهمنا من وجد طيب تذكير ما هي الضمائر الشخصية ال personal pronoun اللي تنوب عن الاشخاص الحين تقول هكذا تحفظ من الحين اي انا خلاص انا ذكر وانت اي طيب هو هو هي هو هي ات ات هذي والله نقول لغير العاقل المفرد يعني هو هي هذا هو مفرد هي مفرد هنا لغير عاقل بس طاولة الى اخر هي ات ندخل على اليو اليو هذي هي الانتات كل شي انتات انت انتي للمؤنث الله انتما وانتم وانتن كل يو هنا بتأخذهم كلهم شلو نعرف من السياق بس هو يتكلم مع واحد اثنين ثلاثة عشر كل يو انت انت مخاطب هذا يجي عند وي نحن ما عندنا نحن نحن الجمع عكس يعني انا وعندي ذي الان عندي ذي ذي وهما هم هن الجمع حقين الجمع نحط لك ها ها هك غالي مساحة بيضة شوي ايوه هكذا اذا حفظت هم هذول يعني اوراء الاحين يعني تذكرهم خلاص تصير تعرف انت تيجيك الكلمة يعني جاك مثلا هنا بيتس بيتس هذا شو حيوانات اليفة حيوانات يعني هم يعني ذي بس تروح ذي وش تأخذ ذي ولا ذي تأخذ ار خلاص ما تبع حط ار لما بدي اوصف زي كذا الجملة الاسمية في اللغة العربية اذا هذه اي ام هي وشي وات هذول از يو وي ذي هذول ار بالحاضر بالماضي هذول اثنين يقلبوا واز وهذه تقلب وير خلصنا يكون معلم كان معلم يكون طالب كان طالب بس عليك تعمل زي كذا ودايما تبدي بيش بالاسم بالsubject subject verb كل جملة يبغى لها subject verb تمتشي تبتل على هالحاذ كل ما يجي جملة تقول فين الsubject من الحين هذا تسمعوه مني كثير كل ما يجي نحل الجملة بكرة حدد فين الsubject فين الverb حقه مباشرة وفي بين الsubject والverb اسمها سالفة من الان لازم تعرفها اسمها agreement التوافق اسمه subject verb agreement شو يعني subject verb agreement يعني ما ينفع تقول i is مش متوافقات ولا ينفع تقول she am ما ينفع she is i am هذا التوافق او انت تبغى تتكلم تقول خالد هذا رح نيجيبها شوي simple business go يقول لك انت تتكلم بالحاضر مضارع يقول لك ايه ويقول لك اقول goes ليش يقول لك لانه الفعل العادي بعد he وshe وit يوخذ اس يقول مني شايف خالد هو هي كل اسم لازم ارده للضمير حقه لازم وهكذا طيب الان ان شاء الله تكون هذا المقدمة افادت اللي نسيان هذا الموضوع اذا الفعل ب هو simple present لما يوجد لما تشوف a is وare بيكون simple present يدل على الحاضر شو يعني simple present يعني على الحاضر انا مدرس انا اذهب انا اكل يعني هالاسياء هذة يتدل لك على الحاضر هذي اشكاله هنا يقول لك ال is لو ولد هتقول the child is الولد مين ينوب عنه ال it غير عاقل اعتبرونه الكات ينوب عنه ال it he و she مثلا that is و there is هذول اللي نبغى نعرف من الحين الجداد اللي لسه ما قلنا طيب تعال الحين نقرأ طبعا هنا شو نقول i am happy with my dog انا سعيد مع كلبي اجل لكم الله انا سعيد يعني انا اكون سعيدا هيك قلنا هكذا يجب انه نشغل عقلي حتى تصير بعدين الامور هذي سليقة معاش تفكر فيها تيجي الوحدة هذي نستخدم am مع i تمام is وعنين نستخدم مع هذول الاشياء هي وشي وات this و that هذول this و that وشو هذول يقول لك مع with singular subjects شو يعني singular subject هذا اللي يدل على المفرد the child واحد مفرد the cat واحد مفرد اذا استخدم is معه لما بتكلم عنه يعني هو لي نبع انه هو وهي طب شو يعني this و that this و that هذا اسم اشارة تقول this وانت تأشر عليه واني بجمع تقول this is mr. عمران هذا الاستاذ عمران وانا واقف جنبك بععدت عنك وقمت ناس سألناك من ذاك ياخذ تقول that is mr. عمران ولاحظ this يجي بعدها مفرد وذات يجي بعدها مفرد بس هذا قريب وهذا بعيد وشتو أن نعرف بالاختبار لو جابهن لا تخاف حطه قريب بعيد براحتك انت الا اذا فهمك انه بجنبك او انت شايف الصورة حاط لك يام جنب بعض صورة وذيس لانه بجنبك قريب و بعيد هذا وذاك اذا هاي اسماء اشارة لازم يجي بعدهم مفرد يعني ما يصلح تيجي تقول that are لا ما يصلح او تقول this are وش اللي يصلح قلبهم جمع this تصير وش تصير these with that صير those بس يعني جمع الجمع حق this هي these للقريب وحق that هي those وتصير تقول those are my friends ذلكم او اولئكم هذول اللي تشوفهم بعيد هذول اصدقائي او هذول اللي تشوفهم قريب these are my friends اصدقائي وصير فيه توافق my friends يجي بعدهم these are my friends هذه تدل على الجمع فلازم يجي بعده جمع اما this is my friend هذا صديقي this is my this يجي بعدها is ويجي بعدها مفرد these يجي بعدها are ويجي بعدها جمع زي those those للبعيد these للقريب this للقريب ذات للبعيد بيبقى عندي there is there عندي هناك عندي there there هذه اقدر اقول there is واقدر اقول لازم يجي بعدها بي دايما ما يجي الا بي محا لازم بي there بي خلص there يجي بعدها بي طب هذا البي قلنا يتصرف ما يجلس لوحده كده شو تصرفاته بعدها بعد there حيتصرف يا is يا mr هذا التصرف المبدئي لازم تقول there is ولا there اذا انت بتتكلم عن الحاضر طب لو ماضي اقلب هذا is تصير was there was وهذه تصير where there where طب متى اختار is ومتى اختار تقول هنا انشوف لبعدهم حتقول لي ايش انت there is ايش there is a cat in the garden هناك قطة اذا قطة هاي مفرد هاي مفرد فتحط is اما لو تقول هناك قطة cats there are cats ما تقول there is cats طب وشلون نعرف وبالاختبار وشلون نجيب لك اياها يلا يجيب لك there there فراغ يقوم حاط لك هنا الاسم قل لك يلا حط فعل b المناسب انت عارف لازم ينزل b هنا فتقوم تناظر هذا جمع فتقول there are cats in the garden طيب لو نفترض كان يتكلم في الماضي في هنا علامة مثلا there و مثلا cats زود لك in the garden yesterday كان في قطط في الحديقة امس حلو انت عارف لازم يجي b هنا فانت تحط R بعدين تنتبه yesterday تقوم تقلب ها where هذا simple باص حتى اخذوه يعني عني استبق حتى اخذوه كله عشان يعني الصورة تكتمل المهم انا انا عارف انه there يجي بعدها b خلاص مين اللي يحدد انه مفرد ولا جمع هذا بس يا اما is يا اما r في الحالة simple present is a cat طب لو جمع there are cats طب هذا بالحاضر وطيتنا في الماضي لو مستقبل استاذ بقول لك بكرا راح يكون في قطط في الحديقة الندري يظل يجون ما عندك مشكلة حط there وحط لك فراغ هنا او حط لك will هنا سيكون لانه سيكون هاي كلمة will هي تعطي الس وال be be طيب there will be cat ولا there will be cats جمع ولا مفرد لانه هاي علامة المفرد الاس علامة الجمع انت ماذا ستقول سيكون قطة be لازم انت قلتون there be وابغى س جيب will there will be a cat طيب الحين اصرف there is there are نقول لك لا هذا will يمنع will من التصرف بس تيجي will قبل be will can there can مثلا there will there may be هذول اسم models من الحين نوري كم will would can could shall should may might must have to هذا رح تدرس كل هذا هذول اسم models بس افعال مساعدة auxiliaries بس تشوف من قبل ال be يعني هو كانت الجملة هكذا هو كان يبغى يقول there are cats نقول كويس هناك قطط نبغى نقول لك ستكون هناك قطط سيكون هناك قطط دخل will هتقول there will are cats نقول لك كويس هذي الخطوة الثانية حطيت will قبل ال will بس تدخل قبل الفعل اي فعل بالدني بس تدخل و تقول ارجع على اصلك شو اصر ال r ب كل هذول بس يسبقوا اي فعل يقول ارجع لأصلك ارجع للحال الاولى لا تضيف s ولا ing ولا اش ارجع للحال طيب شو الحال الاولى حق عشان كده تقول there will be cats معادي فرق هون ها صويت لي يا جمع ولا مفرد لما تيجي will خلاص مستقبل there will be cats there will be a cat سيكون هناك قطة واحدة طيب شو هذي ال a وال a شايف اشياء كثيرة كلها من راجح هماك الحين بعد بالقاعدة الاولى بس ان شاء الله يعني بعض منكم الحين ان شاء الله يقول الله يتزاخر ذكرت مها شي وانا كنت نسي انا من وين جت a cat هذي ليش تقول a book خلاص انت تقول كتاب في اللغة العربية تقول book بس يا اخي كتاب خلاص كتابا كتاب نقول لك ما هو هاي اللي تحط لها التنوين يا حبيبي كتاب 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 هذه ال a في اللغة الانجليزية هذا النكرة a book بس تقول كتاب طالب طالبة خلاص a book a student a teacher a car لازم هكذا اما لما تعرف تقول الكتاب هنا تروح تقول the book لانا قلت الكتاب الطالب the student هذي اللي تقابل ال في اللغة العربية وهذي قابل التنوين لكل الاسماء استاذ نحط نقول لك لا مو لكل عمران تقول العمران عمران ما 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 تحط تحط بس مش الحين نحن نقول الاسماء العادية هذي مش اسماء العلم هذا بحث هتأخذ اسمه count nouns count و uncount nouns الاسماء المعدودة وغير المعدودة شلون يعني اي اسم معدود هذا معدود معدود ما سيارة سيارتين ثلاث سيارات اربع سيارات عديت ولا ما عديت عديت هذا اسمه count معدود بس يصير الاسم معدود ويصير مفرد ما تقدر تقول car لوحده هكذا ابدا ليش لانك هي سيارة سيارتين ثلاث الحين حطيت اي جاك اسم تقول هذا معدود قل لك عد كل سيارة سيارتين ثلاث ايه والله معدود قل لك ممتاز بانك عديت ما تقدر تجيبه بالجملة كده لوحده zero form يعني ولا شي قبله يا تحط لي ا يا تحط لي ذا اما car لوحدها ممنوع طب متى حط او ذا هذه سالفة ثانية بس بتحط في راسك لازم اهو ذا بس الحين على السريع لما يكون نكرة سيارة اي car اما السيارة اللي اشتريتها امس the car صارت معرفة معروفة بروح على ذا اعطيك الحين جملة كلمة ثانية table الحين انا اقول لك اكتب لك بالعربي هكذا الكتاب فوق الطاولة الكتاب اي كتاب اكيدا لما قلت الكتاب هذا كتاب انه اياك نعرف ترجم حرفيا انت الحين لا تدخل في هذا اشيء كل book فوق above table هاي انت الحين ترجمت حرفيا ثلاث كلمات مقابل ثلاث كلمات book كتاب فوق above table او على الطاولة خلنا خلينا خلنا نبسطها الاخر الكتاب على على حرف جر على وهنا نفس الشي نجيب حرف جر نقول on on table لك يلا اول سالفة انت نقول لك subject verb الجملة subject verb فين subject هذا حلو فين هذا حرف جر هذا اسم هذا نمط الكتاب على الطالب غالح في فعل عادي ما في فعل عادي يذهب يأكل يجلس لا اذا هنا كان الكتاب يكون اذا بدك فعل الكون اه رجعنا ليا يكون تبغى لك وان ايش تحط ب فتقول book be on table كوي هذه الخطوة الثانية يلا بس بما تجي صرف ها فتقول book erud it حلو book is فهذه الخطوة الثانية تقوم انت ناقل الحين وتقول book is on table يا سلام الحين اهم عنصر جبتم subject وال verb شوية تصبيطات الحين تقوم تيجي نقول لك هذا اسم بس يتجيب اسماء في جملتك انتبه يا بطل اسأل هذا معدود ولا غير معدود نقول كتاب كتابين ثلاث كتب اربع كتب اه والله هذا معدود استاذ count نقول لك يا اما اه يا اما ذه ما يجي اقرع زي كذا ولا شي طب شو نختار انت شو قلت الكتاب يعني انت انت تشير لشيء معروف بالنسبة لي الكتاب على الطاولة اه فيعني معروف تحط ذه زبطنا هذا نجينا على تيبل هذا اسم وكل اسم في اللغة الانجليزية يا اما count يا اما non count يا اما معدود يا اما غير معدود تقدر تقول طاولة طاولتين ثلاث طاولات اربع طاولت اي واذا معدود يا اما اه يا اما ذا الكتاب على الطاولة ذبك والطاولة حاط لك الفلام يعني الكتاب معروف والطالة ولا معروف عن ايش نتكلم خلاص صارت جملتي صحيحة مية بالمية الكتاب على الطاولة هذه صارت كلمة وهذه كلمة وفي المضمر هذا فعلي الكون شايف فزادت صار عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة اخمسة بينما انت هون شايف ثلاث كلمات حقيقة لما فصلنا انها خمس كلمات طيب وش هو الغير معدود يا هل ترى الاسماء المعدودة زي مثلا تقول الشعر الشعر شعر شعر وحدة شعر ثلاث شعر اربعة شعر خمس شعر بعدين الشعر كلمة الشعر تدل على الجمع السكر صح هذه يعني هو الكلمة مفردة بس هي تدل على اشياء مع بعض مجتمع بتعطيك الشعر هذا هذا مثلا بتقول تقول انو مسكين صار اصلا فقد شعره فتقول هي لوسط هاي فقد هو فقد شعر هير هي لوسط هير تيجي هنا هذا اسم معدود ولا غير معدود نقول لك غير معدود غير المعدود يا اما احنا هناك الاسم المعدود يا اما اه يا اما ذا صح الاه تدل على النكرة الذا تدل على المعرفة مع هذا يصير يا اما ذا يا اما زير ولا شيء يا اما تحطه بدون اداء ولما تحطه بدون أداة بكون هو النكرة أما المعرف في الذهب موجود فإنت تبقى تقول هو فقد شعر شعر لا على التعيين إذا تبغى تعرفه تحط ما تبغى تعرفه تقليه بدون شيء هذا اللي يجيز لك تحطه بدون شيء أما معدود مستحيل الحين هذا شرحنا لكم الدرس اللي مقرر عليكم حييجي ممكن وحدة الرابعة ولا الخامسة وهنا ما أدري هذا سريع بس لابد منه كنا في عند there is فالحين there حالات there من الحين أعطيناك إيها there is there was حاضروا ماضي معهم إيش هذا مفرد there is a cat there was a cat حاضروا ماضي هناك قطة كان هناك قطة مع الجمع there are cats there were cats هناك قطة أو هنا تكون قطة أو هنا قطة كانت هنا قطة إذن الإزمة هنا مفرد الآر هنا جمع حالة المستقبل There will be a cat There will be cats هذا حالة المستقبل سيكون هناك قطة ستكون هناك قطة باقي عندي حالة طبعا لما قلت لك will هنا تقول there can be there may be الأفعال المساعدة يعني بتساعد الفعل الرئيسي يلا خلينا نفهم يعني تقول هو يسبح he swims I swim he swim هو يسبح طيب هو he plays tennis يلعب tennis تقول لك يستطيع أن يلعب تنس تقول he can play tennis لاحظ أو he will سيلعب تنس he will play أو he may play سيلعب قد يلعب هاي يسمى أفعال مساعدة هذا الفعل الرئيسي بالجملة هذا فعل جاي يساعده يستطيع أن يلعب الفعل المساعد بس يدخل هذا شوف فقد الاس يرجع لأصله الفعل المساعد بس يبسبق الفعل العادي يرجع لأصله يعني في النفض هنا كان play حاضر لا كان play ماضي played لعبة خلص هي كان play يردوا كل شيء يشيل من الفعل كل شيء زوايد ورجعوا لأصله أصل الفعل يرجع لأصل هاي يسمى أفعال مساعدة إذن هذه حالة طيب في حالة أخيرة تيجي تقول لك there have ولا there has تقول لك ونفس الشي is يعني has مع المفرد لأنه she وهي وإذ تأخذ has وبقي يجي الضمار بتأخذ have there have طيب الحين have وhas هذولا يدلوا على ما يسمى زمن perfect هتأخذوا tam طيب احنا قلنا اصبر there is a cat there are cats صح هذا الأصل هم هكذا بغيت أنا أدخل have وhas ليش أدخل have وhas لأسباب بعدين تدرسين اللي هو اسمه زمن الحاضر التام have وhas تدخل على كل الأفعال من ضمن مفعل b هذا أبغى أدخل عليه have وhas have وhas بس تسبق الفعل الفعل هذا يقلب تصريف ثالث خلاص شو التصريف الثالث من b هو been فالحين دخلت have تقول there have شو تصير there have been a cat و there has been a cat ليش عفو 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 هنا نقلب ونخلي المفرد فوق there has been a cat there have been cats has can عندك مفرد فاخترت له has can can عندك جمع خطرت له have لأن has مع المفرد وhave مع الجمع والبي اللي هي كانت ار و از تصرفت صارت بين هذول حالات ذير اللي تشوفهم انت كله حيجوا معك في كل حياتك ذير ريز ذير واز ذير رير وير ذير ويل ذير كان ذير ما اللي هو بي بعدين ذير هاز بين ولا ذير هاف بين ودايما شوف اللي بعده مفرد ولا جمع تختار هذا الشيء هذي ما يفرق معه مفرد ولا جمع هو ويل ويل اما هنا هاز لانه مفرد هاف المفرد ار جمع از مفرد بالحاضر بالماضي هذي حالات ذير لا تخاف كله حيمر معك اذا حسيت نفسك انت شوهشت لا ما ان شاء الله كله حيجي معنا كثير وان كل مرة نعيد حتى تطفشوا بس هذي كله تقعدات لازم ننشأ اساسات بيننا وبينكم يعني لو فيها اشياء مفقودة تعملك قلق بعدين فاحنا من الحين نضبطها فخلاص احنا نحن نشوف ذات هذي هي ذوز ليس كذلك وعندك ذس رجع قالك ذس اللي هي ذيز للقريب قلتها لك ذس مع المفرد ذيز مع الجمع الذوز اللي هي الجمع من مين من ذات يعني هذي جمع ذات والذيز هي جمع ذس طيب يقول لك كنا نستغل ذات ضمائر ذات نستغل ذات بلورال نون العبيب يعني there are cats قبل شوي يقولك هذا كل شيء يتعلق بالبي طيب ان شاء الله ما يكون فوتت شيء واذا ما فوتنا شيء يعني ننتقل للقاعدة الثانية ايوه تذكرت على طارق تصريف الثالث كل فعل في اللغة الانجليزية شوف كمان من الحين كل فعل في اللغة الانجليزية اللي له ثلاث تصاريف التصريف الاول هو الحالة الاولى اللي ما بتعطيه اي شيء البيس فورم يسموه البيس 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 يعني مجرد زي مثلا play زي go هذا البيس طيب بعدها بيجي عندي السكند او السيمبل باست خلينا نجيب مصطلحات سيمبل باست بعدين باست بارتي سيبل مصطلحات هذه مهمة جدا يا اخوان مشان اذا سمعت من استاذك يعني ما تنحاس كل فعل هكذا تصريف بسموه الاول البيس مش مجرد بلاي كو السيمبل باست يعني لما يصير ماضي بسيط تقوم تقول بلايد حلو والتصريف الثالث لما هذا يدخل هازو هاف والبيرفكت والباسف اللي هو المبني المجهول كله حتدرسوه برضو ظل بلايد يعني بس اضيف له اي دي اي دي هذا النمط اللي اضيف له اي دي و اي دي نسميه ريجيولر يعني يتبع القاعدة يعني اي فعل باللغة الانجليزية تبغى تسوي ماضي تضيف له اي دي بس هذه القاعدة تبغى تسوي بيرفكت تضيف هازو هاف تضيف له اي دي هذا يصير حسب القاعدة النظامي الريجيولر لكن لو تنزل عند غو لا غو هذا الشاذ يجيقول لك وينت ايوه وغن ليش يا بوي ليش ما قلت غو د غو د ما ندري روح اسألي اللي اخترعوا اللغة وشلون انا اعرف بعدين يقولوا عندك يعني شي مثلا كذا فعل مثلا ميت فعل تحفظهم في حياتك خلاص تعرف تصاريفهم تصير تصرف لما يجيك الفعل مثلا بوت تقول بوت بوت هذا ما تغير لاحظ غو صار وينت قن اقول لك سبيك تقول لي سبوك سبوك يا سنة تحفظهم حفظ ما في ليش هذا ما ليش هذا زي هذا وهذا ما ما ندري هكذا من وين نجيبهم في قائمة هنا في الكتاب حي عطولك يهم تبدأ تحفظ كل يوم خمس افعال كده على الماشي ما تيجي نهاية الفصل لنك حافظهم كلهم اهم الافعال وتصير تعرف تصرف بكل اريحية بس تعرف لما تشوفوا تقول اه هذا simple past قن اه هذا past participle كل فعل له ثلاث اشكال خلاص منهم بي بي هذا النظام هذا يعني كان لازم اقول بي شو simple past ولا بيد احط له ايديه شو ال past بيد برضو لا امقلك هذا للأسف هذا من جماعة هذول الشاذين طب شو تصريفه نقول التصريف الاول هو بي والبي هذي تصير is am are was aware simple past وهذا لما مع simple مع الهي وشو يصير is وام وار يعني اللي عارفهم والتصريف ثالث تصير بين اللي هنا past participle هو التصريف ثالث حين نقول لك v1 v2 v3 طيب هذي المقدة الملابود منه يا اخوان شو نسوي الحين نيجي على اختصارات الفعل بي طيب لان ننتقل الموضوع contractions contractions يعني الاختصارات يعني هذا الفعل كيف اقدر اختصره هل يجوزني ان اختصره نعم في حالات التالية مع الضمائر نبدأ مع الضمائر a contraction combines two words يشرح لك الاختصار هو يعني يشمل كلمتين يعني هذا اختصار لهذا وهذا اختصار لهذا وهذا وهكذا ببسيطة انتبه لا تقول بسيطة الحين في الاختبار يقوم حاط لك الام ويقوم نحاذف لك هاي الفاصلة هنا يعني شايف شغلات بسيطة جدا يقوم حاط لك ياه هنا ويقول لك هذا صحيح انت مدرعم مطفي النور مع شيء ما تنتبه انه ذا قدمها هنا او قام حاط لك هاي اي وحاط لك ام بعدها وحاط لك هاي علامة الاختصار او هذي جاب لك ياه بدون ايه زي كذا لا انتبه 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 خلاص ديار زي كذا هي اختصار هذا صورها تصوير في عقلك الحين شو قل لك we can make a contraction with a subject pronoun am is or are انتبه على الكلام الدقيق تستطيع ان تعمل اختصار مع الضمائر الفاعلية هذول اسم الضمائر الفاعل اللي بيحلوا محل الفاعل لما بتقول عمران is kind يعني عمران شو عمران is kind عمران لطيف حباب مرة عمران is kind طيب عمران مني نوب عنه هي لان عمران هو هي طيب تقدر he is kind طيب وش يعني نتنسال فاستاذ لاني يا اخي هكذا اللغة تقول he is kind على السريع يتكلمون he is kind he is kind يجوز لك تكتبها او تنطقها he is kind اسري he is kind او he is kind هكذا بس ما حد يتكلم هكذا اللي سبب بدل مني نقول he is وتشد على ال is هاي المفترض ما نشد على ال is ابدا عمران is عمران is kind he is kind فبداية مع كل الضمار هذا الاختصال هاي اسمها الضمائر فاعل لانه هي حلت هذا عمران وشو في الجملة فاعل فحلت ما كان فاسا اسمها subject pronoun وممكن تكون the pronouns object pronoun شي يعني object pronoun يعني بتقول I like مستر عمران ما في الا انت استاذ تعطينا امتل على طيب انا احب الاستاذ عمران I like ولا اكره الاستاذ عمران اي تبغى I like مستر عمران مستر عمران وشو انا احب انا احب ان تحب من الاستاذ عمران الاستاذ عمران وشو صار مفعول به طيب نبغى الحين الاستاذ عمران هذا شخص نبغى نستبدله بضمير فوش تقول اتقول استاذ عمران هي اتقول I like هي مقولك لا الهي لما يكون عمران subject في بداية الكلام هنا صار object انت خلاص عرفت انه مفعول به لهذا الفعل فمفعول به لهذا الفعل لا يصير him اها ايوه الهي تصير him والشي تصير هير انا احبها انا احبهم فانا احبك هذه الهم احبك الكا احبني تحب نفسك ني فصار هذا كله غمائر نصب مفعول به اذا صار عندنا هكذا اجل استاذ هكذا I وشو بالنصب تصير me مثلا هم يحبونني they like me يحبونني الضمير انا علي اجه يعني يحبونني استاذ عمار me طيب الهي تصير him والشي تصير هير نحبها وللبسة كمان it ظل زي ما هي في ال في الرفع وفي النصب طيب هما كان كان we يحبوننا نحن نحن يحبوننا فتصير us they like us طيب نحبهم كانت they صارت them we like them ظلت you بظل زي ما هي I like you اذا هذي في النصب او في حالة ال object يعني لما تيجي في حالة ال object تحطها هنا عشان تشوفها هكذا تحفظهم شو لو انت تحفظ حفظ المثال اللي انت انا احبه كذا هذا الي صير كذا المفعول به تجيب له هذه الضمار بالنياذة عنه لكن احنا ما نقول ما هذه ما تختصر احنا نتكلم عن السبجيكت هذه اللي تختصر هذه بس يعني ما في عندي تيجي تقول انت همز هكذا بناء عنه هي هي هم لا غلط هي از ولا هز تحفظهم زي ما هما بس حنا نفصل بهذا الكلام عشان تفهم شو يعني سبجيكت بروناون يعني اللي يجو مكان السبجيكت وفي يجو مكان ال اوبجيكت طيب هنا ايش انت شلت الاي صح هذا الحرف المفقود ايش عوضت عنه بالأبوستروفي الفاصلة العلوية يعني فاصلة علوية ففي حرف يطير ونعوض عنه بحرف العلامة الفاصلة بعدين اذا هذول اختصاراتهم تحفظهم تصورهم هاي اختصاراتهم there is تشوف there are ما عندك اختصار لthere are يعني اذا جاء قل لك كده في الاختبار وحط لك اياها ما تطفي النور تقول اه there are في اختصار بس there is هاي اختصارها وهير is و that is اذا that is ما عندك اختصار this is ما عندك this is ليش لان اس فرا اس شكلهم مش عكدا جاي كده that is there are r r r r e r e r e ما فيه احفظهم تصورهم تصوير هاي الاشياء يلعبون فيها في الاختبار ابدا اذا هذه هذه الضمائر فقط المسموح لك انت و اسماء الاشياء اللي مسموح لك تختصر فيها الضمائر الفاعلية وهذه كمون واحدة بس طيب نيجي هنا واحد ممكن نشوف هذا يقول let's هاي من يوجدت هذي ما شمحهم هذي لا هذي مختلف شوية اصلا هي let's هذا حالة شاذة تركها ما لك فيها خلاص ركز لي على هذول طيب نيجي هنا هل يجوز اني اختصر الفعل مع الاسم شو يقول لك we can make هنا نختصر مع الضمير انا يقول لك we can make a contraction with most singular nouns اي اسم singular cat dog car قبل شوي شرحت لك شفت الان شو يعني singular الحين الاسماء نوعين singular و plural ارجع اذكرك مرة ثانية هذي يمكن فاتت ننقلها مرة ثانية الاسماء count ونن count معدود هذا ومعدود معدود count غير معدود نن كاونت هذا المعدود قسمين دائما singular مفرد 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 ويش plural جمع يقول لك مثلا 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 كتاب بوك معدود ايوا كتاب كتابين ثلاث كتاب اذا هذا يطلع منه سين اما مفرد بوك ظل زي ما هي او جمع بوكس جمع والجمع ممكن يكون نظامي بالاس ممكن يكون غير نظامي يعني مثلا مان مان معدود معدود رجل رجلين ثلاث الرجال طيب هذا يطلع منه ايش يطلع منه مفرد مان او من من الجمع حقه مختلف هذا ما تقول من تقول من تغير حرف العلة في عندنا كلمات زي كده مثلا من من ومن ومن تشايد جمع شاذ ما تحطه له اس يهمنا الحين هذا صار مفرد المفرد ممكن يكون مفرد ممكن يكون جمع هذا المفرد حق الكانتبل لا يمكن يأتي لوحده لازم اه او ذه هذا اللي شرحناها بس ما علقنا على الجمع الجمع وش يجي حالتين يا اما ولا اشي بتكون هاي النكرة كتب خلص يعني اذا تقول كتب لا تحط شيء اما كتاب حط اي بوك او تقول الكتب تقول ذا بوكس اذا هكذا السنجولر هذا المفرد هكذا يكون الحين هو شو يقولك ايا تقريبا تقريبا معظم الاسماء المعدودة بحالة المفرد تقدر تختصر مع اس معظمها أطاك مثال نقول ماذا أنت كتب تقريبا تقريبا هناك او تحطي للك تكون صنعة تحطي لك تحطي لك تحطي لك ربك او بالله بالكلام نختصر كثير بالكتابة الحين نعلمك عليهم نعلمك شلون يتصير بس لا تستخدمهم بالكتابة الاكاديمية لو شفت انك مختصر اذا سألناك عنهم قول اما اذا قلنا لك اكتب جملة رأي تروح تختصر نعتبرك غلط بالكتابة نقول لك هذا بين اصحابك تختصر انت عندي انا استاذ ما تختصر لي فهمت لما تكتب بكرة باراقرافات لا تختصر طيب خلاص مع معظم الاسماء نختصر بس مع الاز لكن لو كان عندك مثلا تقول لي students يعني مثلا the student is late الطالب متأخر حلو هذا اسم مفرد معدود اقدر اختصر مع الاز اقدر اختصر اقول the students the student شو انا اقربط the students late the students late بس اختصرتها طب لو كانوا جمع يبدو قلولي the students are late الطلاب متأخرين وقل لك اه الار ما تختصر ما عندك ما عندك ما عندك هكذا the students وتحط هكذا وتحط لي ار اي the students الر ما تزبط ما عندي بس مع المفرد الاس بس الاس تذكرها هذي وبعض الاسماء ما نقدر مع انه هو مفرد بس ما تضبط مع الاس بسبب ايش بسبب هذا الحرف الاخير الحرف الاخير الحرف الاخير يعمل انه مشكلة ما تعرف تنطق يعني a fox ما تقدر تقول a foxes لاحظة شوف a foxes صعبة foxes فاح نيجي يقول لك شوف الاسم خلاص الاسم we don't make a contraction with is if the word before ends اذا الكلمة تنتهي بس ولا اس اي ولا سي اي ولا جي اي اذا بتحفظها محفظها ما في محيلة هذول اي اسم ينتهي بهذه الحرف الحروف يعني هذي الور طلحة برا هذي اور هذي مالهم هاي الحروف اطاكنة اس اي ممنوع ما تختصر اكس من هذول ما تختصر this ما تختصر this is ما تقدر اس ما تختصر خلاص عشان نحن قلناها كذا that is or there is this those ما تحطه طيب اذا هذا ايش لا يجوز الاختصار مع ال is حصرا مع ال is حصرا هنا اذا اتهت الكلمة بهذه طب لو في ار ما الار قلنا لك عنها يا عمي هنا بس هاي الار حالة الار we are و they are غير كذا انتهينا لا تتجيب اشياء مش تشايفها هنا حسنا حسنا الان الان يجي عندنا التمرين الاول شوف كيف دي نتعامل معه عشان تعرفوا طريقتي التمرين الاول التمرين الاول هو هذا listening ينفعك بال listening يعني تشغل الصوت لو عندك وتقرأ طبعا هذا السلوب رائع جدا اللي بغي يحسن listening انك يكون النص تسمعه وهو مكتوب امامك وتسمعه يقول I want a dog my friend has عشان تحسن مهارات التقاط الكلمات وتكون بعد كمان تعرف المعاني يا سلام يصير هنا reading مع oral يعني reading مع listening مع grammar طيب شوف هنا هنا ما يحتاج الحين نسمع ممكن تحل انت الحين بدون ما تسمع ليش لانا هتعتمد على القواعد الحين ليش قال are هنا انت شفت there و احنا معلمينك there يا اما is يا اما are بالحاضر الحين احنا نتكلم عن الحاضر ما بغى اقولك كمان فيه بالماضي was or where خلاص هذا درسنا حاضر الحين فما في عندي إلا خيارين is و are ما عندي إلا خيارين بديني يقولوا is و are طيب مين يحدد ناظر الاسم اللي بعده nine puppies puppies هذيش جمع جراء جروا الكلب جراء جمع are على السريع بس يحتاج اني اكمل نواخد مثال ثاني نيجي هنا بعدين يقول لك and they need a home the puppies two months old هو شو يقول لك الحين يعني هو بده يختبرك بال is والام والار حصرا بس بدون ما اسمع انا هو هيختصرك is وام وار بس هنا انا اجي اقول the puppies هذا جمع الجمع ايش يحتاجه is والام والار البابيز ايش يردون من الضمائر جراء هم يعني ذي ذي للعاقل وغير العاقل يعني are the puppies are two months old الجراء عمروها شهرين شايف كل جملة لازم تشوف فعل كل جملة لازم تشوف فعل كل جملة لازم تشوف فعل عادي او فعل من افعال الكون هنا they they شو بتوقظ they السريع are they are so cute i want look this طلع لك this this ايش بيجي بعدها ما عندك الا is this is بالحاضر او لو ماضي this was this is بدون ما نكمل dogs جمع وش يردوا من الضمائر dogs هم الكلاب هي هي جمع ايوه يعني they they are خلص i am i am i am ما يحتاج they are they are they are and dogs dogs هاي يعني ذي كمان are they are لاحظ there طلعت لك there فورا هنا تقول is ولا are تقول لك ناظر الاسم البعده cost cost مفرد تكلفة مفرد there is there is the cost of food بدون ما نسمع ممكنك ان تتحقق هنا مو سمع هذا الحين نفس الشي قواعد نفس الطريقة الالية اللي حنطبقها الان سريعا هو شو بقول لك اختر شكل من اشكال B طيب there طلعت لك there is or صح يلا هاي كم مرر اصرت عيد لك يا انا الحين is or بالحاضر بكرة لما تأخذ simple past that ستقول is was or was where لما يضيفو لك الفلوشار تقول is or was where will أو is going to is going to or are going to ترجع is or هذا بالمستقبل لما تأخذ perfect تصير عندك كمان نضيف ال have و has انا كل هذا استبقت لك لكن الحين احنا مطلوب من ايش is و are وشلون ناظر الاسم اللي هنا عن مين تتكلم عن الفيت بيلز هنا انت طلعت لك عدة كلمات also هذه مو اسم انت تبغى الاسم الفيت اسم noun والبيلز اسم بس هذا اسم يشتغل زي الصفة لهذا انت تروح الاسم الاخير يعني انت اول لازم تكون فهمان معاني الكلام هو يبغى يقول لك هناك فواتير البيطري الفيت يعني البيطري الفيترينير هذا البيطري فلت تتكلم عن البيطري ولا عن فواتير البيطري عن فواتير اذا هذه فواتير جمع اذا R لو كانت مفرد حيقول لك اي ذيت بيل فتقول اس فهمنا شلون نرجى نقول اي ذيت ما هو الا بس تشوف ا واسم يعني مفرد يعني اس اذا طلب منك الداخل فينا خلاص شوف الحين هذا ينفع الاشياء اللي يطبقه هنا زي الريدن كمان عشان الان نبدأ نركز عدة مهارات وباللسنين كمان تنتبه ا طلعت لي ا مفرد لازم يجي بعد اس اذا بختار فعلي الكون بي مثلا خلاص افت اس لانه الفت يبدو كون هي ولا شي عسري دوغز نيد دوغز ما يحتاج اني اترجم انت الحين ترجم عشان تاخذ كلمات ها دوغز نيد دوكتورج جس لايك وي دو ات ات خلاص ات ات اس انتهينا بط تبابيز تبابيز هاذا ايش جمع هاي الاس شو اصل الكلمة بابي الجرو اعزكم الله الجرو طيب هذه الواي وين راحت يستاذ ما هو الكلمات اللي في اللغة الانجليزية الاسماء اللي بتنتهي بواي لما بتضيف الاس الجمع بيقلب الواي اي بتضيف اي اس بشرط ما يكون هنا حرف علة لو كان حرف علة هنا ما يقدر يقلب عشان هنا قلبنا للواي هذه قاعدة يعني مثلا شوف انت عندك عندك هاي الكلمة مثلا سيتي مدينة تبغى تجمحها ما تقول سيتيز هكذا تحط الاسور لا الواي هذا ضعيف ينقلب ليش قلب لانه ما في قبله حرف علة في قبله تي شو نحرف العلة استاذ اي لان نبدأ فيهم اي بالترتيب اي 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 او ويو هاي حرف العلة اي واحد من هذول تشوفوا قبل الواي ما بتقدر تقلب الواي يثبت زي اي شوفهم بلاي بلاي مسرحية تبغضوا المسرحيات بلايز ها استاذ ليش ضلت الاس هاي ضلت يا بطل الواي ما قدر تقلبها ليش ما سنودة بحرف علة قوي يقولوا اثبت اجلس مكانك لا تحرك اما هنا للأسف ما في حرف واحد من هذول فيقوم الواي اللي تضطر ينقلب لآي ونضيف اس بالجمع وحنشوف هذي مع الافعال كمان افعال المضارع لما نضيف الاس طيب خلاص نيجي هنا هذا جمع ار يو بيخذ ار يو ار يور لتل براثر انتبه للأسماء هذول بسرع فيهم هنا انتبه للاسم بتيجي عدة كلمات ما يخوفك هذا الاسم هذا كل وهي صفة وهذا ضمير ضمير ملكية اسمه يعني اخوك اخوك واحد يا اخي اس يعني هي بس هي اس هير لما تطلع لك هير زي ذير ناظر انا هير وش هو اناثر بربلم بربلم هذي محدة ولا قالك بربلمز جمع لا مفرد اذا اس هنا اخر بربلم اس يا سلام شايف الامور اللي اطبقه هون هذي المحاكمات هي اللي نطبقها احنا في الاختبارات هكذا انتهينا انتهينا اذا اس 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 دعني افكر ايه اطبقوا ايه بس تك 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 خلصنا نزين الآن نيجل الاستخدامات ركز معي